ربنا لك الحق كما يبني بجمال وجهك وعظه بسلطان لك الحق يا ربنا ذائما ولبنا الله صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأة الأعلى لأيوم الدين وصد على سيدنا محمد في كل وقت رحيم اللهم اهدنا لتغرق في من هليل وعادنا في من آخرين ودرت لنا يا ربنا في من تغليل وقنا يا ربنا لرمجد وصدق عنا شر ما قضيل إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا أنزل من عليك تبا ربنا يا ربنا وتعاليك تبا ربنا يا ربنا وتعاليك ولت الحق ولتشكر على ما لك عمده علينا ولا مليك اللهم اجعل القرآن العظيم في قرودنا وشبا يومنا وقومنا اللهم تذكرنا إنه ما يسينا وعلمنا إنه ما جهلنا وقونا أهلنا وتبعا الوجي الذي يضيك عنا يا رب العالمين اللهم نقبل لنا صيامنا وقيامنا وقونا وسيودنا وسائر أعمالنا ورحمتك يا أرحم الراجمين اللهم إنك عنو الكريم تشد العهر فاعر عنا اللهم اعر عنا واغفر لنا ورحمنا واجدنا يا ربنا من النار ومن عداد النار واجعلنا يا ربنا من عداد النار واجعلنا يا ربنا من عداد النار وبلدنا ليلة الغزر واجعلنا فيها يا رب من الفائزين اللهم إننا سألك عيشة هدية وفيدة سوية ومودة غير مرز ولا فاضح يا رب العالمين واسكرنا يا ربنا فهو الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب دعوناك فاستجر لنا يا ربنا إنك لنت مجيب يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجر لنا كما وعدنا إنك لنت مجيب اللهم نقصر إخواننا جاندين في غزنا وبنصدين وكن عمناك ونصيرا لهم يا رب العالمين يا رب ببركة هذا الشهر العظيم نسألك نصرا مبينا على أعدائنا وأعدائنا يا رب العالمين أرد إلينا المسجد الأقصى عادلا غير هاجر بقدرتك يا قدير وارزقنا اللهم صلاة فيه قبل الممات وتقبل إنا يا رب العالمين وانصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم نصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز يا ربنا لنضعك كلمة للحق والدين واجمع أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على الله يا رب العالمين يا رب العالمين واجمع أمة النبي المصطفى صلى الله وصل اللهم على سيد محمد وعلى أيمه وصحبه وسيده الله